اشتركوا في القناة حينما نسمعه في القرآن أن الله سبحانه وتعالى أعطاه هدية لسيدنا إبراهيم كبش قرينها كلنا مرات متعددة وما كان نعطوهاش يعني الوقت ديلها وتفكير فيها للتمعون في المخرجات ديلها فالمك يقول لك الله سبحانه وتعالى أعطى لسيدنا إبراهيم هدية على شكل خروف أو لا كبش النتيجة قبل أن نهضر على النتيجة المعنى كي أرضى عليها شي صادق لشي مناسبة أول حاجة كنذرها فاش كنمشي ننظر كننظر على محلات متعددة شنو الهدف أنني نختار له أحسن هدية ونضيها له فكالله سبحانه وتعالى ممكن يختار له إبل نقا جمل يختار له بقرة طور يختار له معز يختار له نعامة يختار له أنواع متعددة من المخلوقات ديله ويقول له هكذا الهدية اللي كي تبدأ تدبحها فهذه المجموعة دي الأنعام أو للطيور اللي كينا على وجه الأرض اختار له الكبش ونحن كنقوله ذلك اللي كي يعطي الهدية غالبا كي يختار أحسن هدية فإذا قبل ما نفكره واش صحية ولا ماشي صحية بمجرد ماشي أن الله سبحانه وتعالى يعطى الكبش لسيدنا إبراهيم كهدية فخصنا ناخده جملة وتفصيلة بأن الخروف أو للحم الخروف سيكون بإذن الله لحما ليس فقط مغديا بل يكونوا لحما علاجيا فما عرفش شكو اللي دخلنا في الأدهان دينا أن الخروف مسبب للكوليستيرول الخروف مسبب لارتفاع دغط الدم الخروف مسبب لارتفاع نسبة سكري الخروف مسبب لأمراض القلب والشريين الخروف الخروف ممكن يسبب جميع الأنواع دي الأمراض اللي ممكن يتخيلها الإنسان وهذا بدون من أننا يكون عندنا سابق تفكير خلنا مع مرة نتفكروا بأنه كيف يعقل أن الله سبحانه وتعالى أعطى هذه لسيدنا إبراهيم على شكل كبش وفي الآخر أن هذا الكبش يعطي أمراض القلب والشريين يعطينا أمراض متعددة إذن الله لا يعرفه ولا يعلمه في التغذية شيء لا يعرفه ولا يعلمه في التغذية شيء ونحن في جميع الأنواع دي الأدعية كنت تقول يا رب تشافيني يا رب تشوف من حالي كيف أن يكون أن الشافي والذي كان طلبه بشي يشفيني كالقابي أنه يعطيني واحد المنتوج اللي هو الخاروف اللي يعطيني أمراض واش هادي يقدر يتقبلها على الأقل هنا في حق لما وصلت لهذه المعلومة هذه جاتني صاحقة ونقول كيف يوقل أن جاتني واحد النهار بلا ما نفكر ونقول بأن الخاروف يعطي مشاكل صحية كتجلة في كده وكده وكده فأول حاجة ما قمت بها وأنني مشيت كان كل يعني بواحد شكل غير عادي نقيت كأننا نأكل لحمة الخاروف باش نشوفه فعلا واش دار لي ارتفاع ديال ضغط الدم واش دار لي ارتفاع ديال الكوليستيرول واش دار لي واش دار لي فمدة زمنية وانا كنت نأخذ الخاروف بهذه شكلها وما لقيت ولا بارامتر من هذي بارامتر تزادوا فيها مشيت عند ناس آخرين وقالوا هالحالة ديالي شنو كان فيها واش ممكن أنكم تأكدوا لي وكذلك مهمة هذه باش نتبته بأن ما قيل في الخاروف لا يمس بصيلة لذلك العلقاب التي تعطت له أنه مسبب لمرض كذا وكذا وكذا بل أكثر من ذلك لقينا بأنه إلاك لا الإنسان الخاروف المسكل دياله كي تدفلوب بواحد شكل لا يتصور إلاك لا الإنسان الخاروف كيلقى في أملح معدينية اللي ممكن أنه يقلب عليها في واحد مجموعة الأنواع الفواكه والخضروات باش أنه يدعوه من هذه الأنواع فيه أنواع من الفيتامينات اللي يقلب عليها يمين ويسارا باش أنه يجمع ويدخله بل أكثر من ذلك الأنواع الأملح المعدينية والأنواع ديال الفيتامينات كل هات الأنواع اللي تدخل الجسم الإنسان كتفاعل معها بواحد سرعة لا تتصور بمعنى أن الهدية اللي قدم الله سبحانه على سيدنا إبراهيم هدية متكاملة في مجال التغذية ومتكاملة في كذلك مجال الصحة وإعادة البناء ديالجسم الإنسان فبمجرد ما عرفت هذا الأمر هذا والليس كان نبدأ مع الناس اللي كيتبعوا معي البرامج الغدائية ديالهم أول حاجة كان نبدأ من عملية ديالتنقية بمجرد ما كان ساليه من عملية ديالتنقية كان دوزو الأكل ديال أول نوع ديالبروتينات وهو لحم الغنم ولحم الغنم الحمد لله أعطانا نتائج جد جد إيجابية لا على المستوى ديال البناء ولا على المستوى ديال الرفع ديال المستوى ديال المناعة ولا على مستوى كذلك ديال إنتاج الطاقة وهذا هو اللي كنبغيو في الحياة اليومية ديالنا من من النتائج ديالأكل ديالنا للمواد الغدائية لكم مني أفضل تحيات الدكتور محمد أحسين